زمزم النبي عليه الصلاة والسلام تحدث بأحاديث كثيرة وفيها أشياء مهمة جدا والناس تزهد في ماء زمزم عن ابن عباس رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام يقول ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك الله إنسان مريض وحمل الكأس وعباه زمزم قال يا رب أشرب هذه الشربة على نية شفاء من المرض الفلاني إذا كان عنده يقين يشفى بإذن الله الشيخ والله نحن شربنا زمزم وكتير كنا مرضى بس ما استفدنا زمزم لوحدة لا تكفي زمزم مع يقين يقين زائد زمزم يساوي شفاء أما واحد يشرب زمزم يلا إذا بتشفي بتشفي ما بتشفي بإذن الله يلا بنجربها أما عندك يقين بكلام رسول الله وبتشرب ساعة يكون الشفاء قال إن شربته تستشفي شفاك الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ضمائك قطعه الله وإن شربته مستعيدا أعاذك الله كان سيدنا بن عباس كل ما يشرب من زمزم يقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء رواه الحاكم وهو صحيح الإسناد أجمل من هيك من نسبة لزمزم الحديث الوارد ماء زمزم لما شرب له ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقمن في الصحيحين سيدنا أبو ذر عندما أسلم النبي عليه الصلاة والسلام شاف أبو ذر فسألوا أبو ذر قال أنا يا رسول الله ها هنا من بين ثلاثين ليلة ويوم صلي ثلاثين يوم ليلة أعد هون عن زمزم في مكة قال وما كان أو ومن كان يطعمك هذا الحديث بالصحيحين مين كان يطعميك قال ما كان لي طعام إلا ماء زمزم ثلاثين يوم طعامه شرابه شو ماء زمزم فسمنت حتى تكسرت عكن بطني صار في طبقات على بطنه من ماء زمزم فقط ما كان يأكل الأكل وما أجد على كبدي سخفة جوع وما حاسس بالجوع صلي ثلاثين يوم عم يشرب من زمزم فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة إنها طعام طعم يستحب لمن شرب زمزم الله يطعمكم ويرزقكم من شرب زمزم والذهاب إلى زمزم أن يكثر منه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال التضلع من ماء زمزم براءة من النفاق اللي بيشرب زمزم كتير هذا بريء من النفاق بعرف بعض الناس لما يشربوا زمزم يطقايا أو ما يدروا يشربها الله يستنى بستر الجميل وبعرف أشخاص لما بيحطوا طم على زمزم أربع خمس كبايات بيشربوا زمزم عم يضحكوا اللي كانوا بالعمرة ما شاء الله أربع خمس كبايات بيشربوا من زمزم وبيرجع بيخلص الطواف برجع بيشرب أربع خمس كبايات وين عم بيروحهم اللهم صل على الحبيب هذا دليل براءة من النفاق واسمعوا إلى بركات زمزم عبد الرحمن بن يعقوب قال قدم علينا شيخ من هراه وهو شيخ صدق اسمه أبو عبد الله قال دخل المسجد في السحر قال فجلست إلى زمزم قبل الفجر دخلت أعدت عند زمزم قال فإذا شيخ دخل من باب زمزم وقد سدل ثوبه على وجهه حاطت مثل حطاطة مغطة مشان ما حدا يشوف وجهه فأتى البئر فنزع بالدلوي فشرب عب من البير كان بير زمزم يعبوا منه قال لا كله تسكر ما عد فيه فشرب بقى شوي من اللي يسحبهم فجيت لأشرب قال فإذا سويق لوز لم أذقت قط أطيب منه ما شافوا زمزم هو شام زمزم بس سويق مع لوز قال تفت إلى الشيخ اختفى ثاني يوم أعدت إجا كمان بالسحر قبل الفجر بساعة دخل إلى زمزم عبى وشرب بقى شوي من الفضلة فجيت لأشرب فإذا ماء مضروب بعسل لم أذق قط أطيب منه برح سويق مع لوز واليوم شراب اللوز واليوم سويق مع عسل ماء وعسل فالتفت فإذا الشيخ قد ذهب تالت يوم السبط أنه اجلس وانتظر فإذا الشيخ قد دخل من باب زمزم كمان عبى وشرب أخذت فضلة شرابه فإذا سكر مضروب بلبن سكر مضروب مع لبن لم أذق أطيب منه فأخذت طرف ملحفته ما بدي خليه روق وشديت على إيدي ربطت على إيدي واسحبته فقلت يا شيخ بحق هذه البينة عليك من أنت ثلاثة أيام كل يوم عم تسحب زمزم وعم يشرب أنا كل مرة شكل أنت مين ومغطى وجهه حتى ما حدا يشوفه فقال تكتم علي شوفوا كيف كانوا الأولياء ما كانوا يرضوا أنه ينكشفوا ما هلا إذا عمل له شيء شغل يبدو يزيعه أهدام كل الناس يكونوا عم بيعمل يخزع بالات ويعمل حاله أنه يبا كان إذا انكشف يخاف مغطي وجهه حتى ما حدا يشوفه قال له تكتم علي لأنه شرط الولاية أنه ما يكشف ستره أن الله خبأ ثلاثا في ثلاث واحد منهم وخبأ وليه في خلقه قال له بالله عليك مين أنت قال له بتكتم علي بحلفك بالله بتكتم ما بتذكر اسمي قال له إيه أقال حتى أموت تكتم هذا الموضوع لحتى أموت أنا إذا متى تحكي لبدك ما عد تأثر فقال نعم قال أنا سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه هذا من بركات ماء زمزم وهناك أشياء وأشياء وأحديث كثيرة ترجمة نانسي قنقر